نهاردة في المغرب عمله حاجة ظريفة جداً مغرب طلع بيان وقال لك فيه ان احنا مستمرين مع وليد الركاجي مدير فني للمنتخب المغربي رغم الخروج من دور الستاشر في كلاسة الوامر الأفريقية بعد الخسارة أمام منتخب جنوب أفريقيا وقالوا ان احنا وصكين فيه واحنا وصكين فيه ويعني ده البيان تمام وانه احنا بندعم وبنساند وهندي له كل وسائل الدعم والمؤذرة عشان يحقق المكانة لاستحققها كرة القدم الوطنية بصفة عامة والمنتخب الوطني بصفة خاصة تمام وشكره بقى ايه بص بصحة الأخيرة دي كما تشكر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الجماهير المغربية الوفية للمنتخب الوطني داخل الوطن وخارجه على الروح الوطنية والتضحية الكبيرة التي تحلوا بها خاصة الجماهير التي تحملت عنها السفر إلى كدبار داعية اياهم إلى مزيد من الالتفاف والتجهيع للمنتخب الوطني اللي رفع تحدي كأس أفريقيا عالفين خمسة وعشرين وباقي الاستحقات القادمة فالعرفيك ما فيش حد في تحدي الكرة أكلم الجمهور أصلاً ولا أقل الجمهور يعني متشكرين تمام؟ قالوا له بس ما يعني إحنا بنعتزلك يعني رغم إن إحنا ما أصر فاكرين البيانة إياه إحنا بنعتزلك رغم إن إحنا كنت حد كرة ما أصرناش بس إحنا بنعتزلك يال انت مش عايز أعتزار؟ خد يا أعتزار بس إحنا ما أصرناش بس ما تزعلش ما تزعلش معليش الحاجات اللي هي يعني مستفزة أنا آسف والله مش قال لي مستفزة بس هم يعني حاجات مستفزة المهم في المغرب جددوا ثقة في وليد الركراكي رابع العالم رغم إنه خرج زينا من دور الستاشر في كأس الأفريقية ده ليه؟ عشان الناس دي عندها حقيقي مشروع المشروع ده لما بتيت تعمله ورد جدا إن في النص يحصل لك تعصر بس إنت مكمل مكمل مشروعك مش لما التعصر يحصل تهد المشروع لكن إحنا عشان مشروعنا مجرد كلام على ورق مجرد كلام في عقد مجرد مدة عقد اللي هو أربع سنوات فمنتعامل مع ده إنه هو مشروع فمع أول تعصر قلنا إيه؟ يلا بينا نهد المشروع ونعمل واحد جديد يا عم إتا بشبت إيه أربع سنين وهنعمل مشروع؟ آه بس ما نفعش طب ده ده لسه تعصر كده؟ لا تعصر ده كبير ما ينفعش ماشي هيجي المدرب اللي بعده تعا نعمل مشروع نعمله بقى إيه رايكو بدل أربع سنين المدرب اللي جاي يعني بدل أربع سنين ما تيقون خلوه ست سنين خليه ست سنين طيب خليه ثمانية خليه تسع بس عمل حسابك لو خسرت المدش الجاي في تسفل الكسر أعلم هتمشي طب ده باشي هو المشروع ده يعني هو انت حالة سنين دي كلها على أساس إيه؟ إنه انت ضامن كل ست والثماث سنين دول هيبقى نجاحات وفوز وانتصارات ترجمة نانسي قنقر